زوار وأوفياء قناة كلاشي في سلام الله عليكم حملة شريسة وهجمة غير مسبوقة كتتعرض لها بلادنا هذي الأيام بل بالعكس من أسابيع وشهور وسنوات هذه المخابرات الجزائرية طلقت لنا فلوس صحيحة في الخارج باش تشري عدد ومجموعة من المرتزقة واللي هما في الأصل مواطنين مغاربة يا حصرة ولكن ما كذبش الحسن الثاني الله يرحمه في هذا النهار من اللي قال أنه إلا بغيتي تحمي بلادك من الخوانة والمرتزقة والضمن الأمن والاستقرار ديال المواطنين ديالك خاص يكونوا عندك عشراء ديال القرطاصات واحدة فقط للعدو وتسعة للخوانة هذا الكلام عدو قفنا عليه اليوم وتأكدنا من الصحة والحكمة ديالهم زيان من بعد ما بدينا كنشوفه كيفاش عديد البلاد كيخرجوا علينا بشكل يومي باش يديروا فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي وهاجموا البلاد ديالهم اللي لحم كتافهم من خيرها هاد الناس هم الآن عايشين في الصين وفي أمريكا وفي فرنسا وفي بلجيكا وفي الأمريكان وفي غيرها من دول العالم عايشين على الأجنبي يعني محيوزين عليهم كيف كيقولوا المغاربة لا خدماء لا ردماء مقابلين غير اليوتيوب والفيسبوك كيحطوا في الفيديوهات واللايفات بشكل يومي وكلها تهجموا إساءة على القضية الوطنية وإعلى رموز البلاد وكبار مسؤولي الدولة المغربية هاد الناس الآن كيتخلصوا بالعملة الصعبة باش يستمروا في الهجوم على الملك محمد السادس والإساءة الباليغة لعب تلطيف الحموشي مدير الأمن والمخابرات وبطبيعة الحال فأي نظام دين أي دولة بغيت يستهدفوا كيف قتلكم في حلقة سابقة لازم تمر الأعلى صلاة في البلاد هو العجيب والغريب أنهم دائما كي يهضروا بإثم الشعب المغربي وخى الشعب المغربي منهم باراء وما عمرو تاق فيهم نهائيا ولا صدق هاد الأمور لك يروجوا لها ووقتاش أتفيقوا من القلبة يربع تشلاه بيها الشعب المغربي راه عاق وفاق بكم من شحر هدي والله يا باباكم وخى تضلوا تنبحوا ليل ونهار والله الشعب المغربي ما عمرو يغير قناعته ولا موقفهم القضية الوطنية ومن أرموز البلاد وانتمما غادي تقضيوا حياتكم كلها كتنابحوا بحل القوانات ونهايتكم مثل جميع الخوانة والمرتزقة في التاريخ نهايتكم بإذن الله ستكونوا إلى مذابل التاريخ مثل جميع الذين سبقوكم في درب الخيانة والارتزاق واللمغربة كلهم من صغيرهم إلى كبيرهم كيعرفوا المصير للخائن والمرتزق ونهاية كل بيها التاريخ لا يرحم نهائيا وانتم لا تريدون الاستفادة من دروس بوحمارة ومن الباشر القلاوي ومن ابن عرفة ومن أفقير ومن غيرهم وغيرهم وغيرهم يعني جميع الخوانة اللي تحالفوا مع الأجنبي وداروا يدهم في أيدي الاستعمار أو وقفوا ضد العرش العلوي المجيد وحاولوا يطيحوه ولكن ماذا كانت النتيجة؟ المخير في جد باباهم مات موتت الكلاب ولحد الآن ما زال الإعناق تنزل عليهم صبا صبا حتى وهم الآن عظاما نخيرة في القبور اليوم أخوتي بغيت نهضر على واحد خونة كانت تشد في الحبس وتحكم بالسيجن ومن بعد ما شبين بأنه دخل السلاح الناري للمغرب وكان باغي قرب لها ضربوا لي بعد على واحد المقطع باش عارفوا هاد خونة أشكن باغي يدير في البلاد ومن بعد غاد ينرجعوا الواحد تفاصيل أخرى في غاية الخطورة في الحضايا صادقة تم الإدخال دياله عبر الحدود المغربي الجزائري هاد السيد الآن واللي اسمه علي أعراس ومن بعد ما كمل العقوبة الحبسية دياله وعلق يعني هرب البلجيكا بلاده اللي عنده منها الجنسية حتى هو دار صفقة مع العديد ديالنا في الخارج ودار يديه فيد العدو وتخلص بالعملة الصعبة والآن داري اللي شهرية صحيحة غير باش يبقى يهاجم في بلاده ويهضرب الضبط على واحد النقطة هي نقطة التعديد وهاد المتطرف العرهابي اللي خرج لها حتى هو نيشان أولا كيقول المواطنين المغاربة من ألمانيا يا مغاربة خاصكم تنتحروا خاصكم تخرجوا تموتوا مع أمهم خاصكم تفرقعوا في قلب المغرب حيث هاد الناس عدبوني وتكرفوا عليها في الحبس ايوها ودابة الآن عايش مبرع ومفيكم عراسو في ألمانيا واللي بهذه المناسبة بغيت نقول بأن هؤلات أكبر تجمع للإرهابيين والمتطرفين في الكورة الأرضية بأسرها كتضمن لهم الحماية بيدعوى حقوق الإنسان وهذا الشيء اللي خلاها والله كتشكل خطر كبير على جميع دول الاتحاد الأوروبي وكتهدد الأمن والاستقرار ديالهم في السنوات أو العقود القليلة المقبلة وهذا الكلام لازم ما غادين يقفوا عليه الأوروبيين وغادين يعرفوا في يوم ما بأن ألمانيا لعبت دورا قديرا وخطيرا في لمي شمل الإرهابيين والمتطرفين الهاربين من باكستان وأفغانستان ومؤخرا من سوريا والعراق هذا كلهم الآن كتحشظنهم ألمانيا وديرا لهم شهرية بدعوى اللجوء السياسي في حين أنهم ما زال متطرفين ومتشبعين بالفكر الظلامي ومساعدون لإقامة دولة إسلامية أخرى في أي وقت من الأوقات شفشوا معي حاجي بالآن كيفاش هو عايش مبرع وبغاية صيف تخوته والمغاربة باش يموته وينتحره ويمشي الجاحيم باش هو يعيش مع راسهم برع في النعيم والرفاهية بدولة ألمانيا أنا بعدها في قضية علاءة أعراس والله احتسلوا معي أشين نشاطاء فيسبوكيين ومساعدون جابوها لاصقة داروا لي واحد الفيديو خطير من بعد ما هزوا واحد التعليق صوتي دير واحد الإشهار كيعرفوه جميع المغاربة واللي كيتعلق بمرضة الظهر والبلودة والعادة القبيحة ها عرفتوا بعد شنية العادة القبيحة اللي كانت يقوم بها أعليقة أعراس في السجن واللي ربما هي اللي تثبات ليه في التوائي أو في أوجاع الظهر وليس التعديم نهائيا واحد هذه العلامات اللي كانت كتبان عليه وكانت يحاول بيينها أمام الكاميرا غادي نتفصل فيها بعد قليل وغادي نشرح المشاهدين ديالي شنو هي بالضبط هذه العلامات اللي كانت بيينها في الظهر ديالي واللي كانت يقول بأنها علامات أو آتار للتعديم الذي تعرض له في المغرب المحمد حاجي بوعلي أعراس وباقي الخوان المرتزقة كيقولوا لهم المغاربة طز فيكم ومليون طز في اتهاماتكم يا جبل ما يهزك ريه واش مازال مبغي تتفهموا بأن المملكة المغربية الشريفة ما قدراتش دول كبرى باش تحطمها من مئات سنين هذي بالله عليكم مشاهدي الأعزاء شوفوا معي مثلا كيفاش كانوا كيلفقوا التهم ديالتعديم للمخابرات المغربية وهاتش غير باش يحرجوا المملكة المغربية أمام المنظمات الحقوقية الأجنبية بوشت الشارف نموذجا لهذا الكلام شوفوا معي كيفاش كان كيصرح قبل حوالي ثماني سنوات كيفاش كان شوفوا في رمضان دروس الحسنية الرمضانية وانا في نفس الفترة في رمضان نفسه وفي نفس الوقت كيدخلوا في القنينة والله عار عار وها الفيديو دياله الآن من بعد ما تاب ومن بعد ما ندم على ذلك شيء كان يقول وقرر باش يكشف الحقيقة هذا الميلف ديال التعذيب أخوتي مغربة رأى هديالي أنا اللي سمعته الله يسمح لي ولو كان كذبا ومغربة تعطفه معي الآن وخابوا اشتشار في دار الخطأ ولكن ما يمكن لي نأمن هذا المنظر إلا نشكره ونحييه على قول كلمة حق في هذا الموضوع حتى علامات تعذيب اللي كيهضر عليها محمد حاجب وعلي أعراس ليست سوى علامات وأثار نتيجة عن حق مادة سواك على اللحم الأدم أقسم بالله العلي العظيم إلا كان عرف ناس لفقوا تهم لمواطنين أبرياء من بعد ما حقوا السواك على الأجسام ديالهم وتوجهوا المصارح الأمنية وقالوا بأننا تعرضنا للضرب والجرح والعديد منهم مشاوا للسجون ظلما وعدوانا إلا القليل القليل اللي انتبهت له المصارح الأمنية أو القضائية وتم كشف المؤامرة ورد الاعتبار للضحايا الحقيقيين فمن الآن سيرد الاعتبار للمصارح الأمنية والمخابرات المغربية على هذه الاتهامات التي نفقت لها بدون أي حجة أو دليل أنا متأكد ومتيقن بأن أي استهداف للمخابرات المغربية هو استهداف للمملكة المغربية بأسرها هو الناس لكي هاجموا الحموشي الآن رأي بكل صراحة عينهم مشف الحموشي ولكن كيستهدفوا أشياء أخرى يعني كيستهدفوا آمنوا واستقرار البلد وباقي نطيحوا النظام المغربي بأكمله وهاش شيخ حصل الخطاب واللي كان حتى هو مودان في قضيات إرهابية حتى هو من بعد مغادر السجن وراجع القناعة الفكرية ديها هاشنو كان أرد دياله على محمد حاجب وعلى لقاء الراس وعلى غيرهم من الناس اللي كيروجوا لقضايا التعذيب فاعلم أنك ستقف بين يدي الله في محكمة قاضيها هو الله في محكمة قال الله عز وجل يوم تشهد عليهم أنسياتهم وأيديهم وأرجم بما كان يعمل في محكمة قال فيها الله سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أنا كالضنزع ما أنا كنت تكلم عني كذا أنا فرحان ربما تستوي لك نفسك ذلك أنا أموري ومشاكيدي أعلمه خالقي سبحانه وجل جل ولكن أنا رحمة بك ورحمة ذلك الناس اللي معاك أرى ذلك الأروهات غير تسعني واحد منها واعلم جيدا أنك أغلق رسك بوحدك أحجيم أغلق رسك بوحدك وعند ذلك سينجني الغبار وتعلم أفرص تحتك أم حمار وها عبد الرزق سماح أمير خلية المجاهدين اللي كان تابع لشنظيم القائد حتى هو أعطى القصح لأعلى الرأس وقرر بشيقول الحقيقة الكاملة ويفرشوا أمام الرأي الآم ومن المعلوم أنه كان عشيره في تسعينات والألفي ناس وكانوا من الشورة كأب جوج في واحد من التنظيمات الجهادية الكذيب ولا 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 إثباتات موجودة الوطائق ما عندك ما تعترض ما عندك ما تكذب لا شيء مثل هذه المسائل هذه اللي كانت تنبيت القرعة مثل التعديم فما لا يعترض الإنسان لا يدير الكذيب في كل إنسان في مستوى إلى كي يقولوا مسلم فهذا ليس لائقا بمسلم ونحن معروف عندنا السجناء نسيما السجناء السلفيين فيهم الكذيب هذه المعاملة يتعاملوا بأنه يستحل الكذيب على الدولة والعدو يعني يستحل الكذيب على العدو الدولة وهالشيخ الفيزازي حتى هو قاع الكريمة وحتى هو قرر باشي اعطيها القصح فأنت تدعو إلى الإرهاب أنت تدعو إلى الفتنة أنت تدعو إلى الخروج على النظام ما معنى أن تقول للشعب المغربي وبين قوسين سأقف عندك قليلا عند كلمة الشعب أين أنت من موتوا معهم في الشارع موتوا معهم في الشارع ثم تتحايل على الناس وتتحايل على الشعب المغربي بقولك سلمية سلمية السلمية تتناقض وتتنافى مع الموت فهل رأيت خروجا سلميا في المغرب في شتى المدن وكم من خرجة سلمية وبكل سلمية وبدون أي عنف هل رأيت في الخرجات السلمية موتا بين رجال الأمن والذين يخرجون عندي سؤال دابا واشهد الناس كلهم كي كذبوا عليكم يا ربعة الشلاهبية يا من بيعتهم دينكم وضمائركم للغرب بتمانين بخص هل الإسلام حقيقي عندكم هو الكذب والإفتراء وترويج البهتان ألا تخافون من ربكم يوم تمثلون بين يديه ويوم ينادى عليكم من أجل الحساب ولكن عند ربكم تخصمون أنتم الآن في بلاد الغرب أمسخنين اكتافكم بنصار والصريبيين ضد بلادكم وحكام بلادكم الذين يشهدون لا إله إلا الله ويصلون على النبي محمد واش دابا أنتم كتسحاب وريوسكم أقطعتوا الواد نشفرج لكم اللاسي حتى واحد ما ضام الرسل ولا توجد نفس واحدة تتعلم في أي أرض ستموت كنظن المساج واضح والبرقين فهم أليس كذلك يا زنادقة الخارج كان معكم محمد البوداني في قناة كلاس تيفي هذه الحلقة أرجو مشاركتها من طرف المواطنين المغاربة الأحرار على نطاق واسع حتى نفضح ونكشف مؤامرات الخواناء والمرتزقة المقيمين حاليا بالخارج والذين يستأسدون ويستقبون على بلادهم بالأجنب دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى حلقة أخرى بإذن الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر